السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي صلاب الصف التاسع اليوم سوف نقوم بحل أسئلة الفهم والتحليل لقصيدة ابن زيدون إلى ولادة بنت المستكفي أسئلة الفهم والتحليل موجودة في الكتاب صفحة سبعة وخمسون سوف أبدأ الآن بالسؤال الأول ما الفكرة الرئيسة في هذه القصيدة؟ الفكرة الرئيسة هي يطلب ابن زيدون من ولادة أن تدوم على عهده ويتحسر على أيامهما الماضية سوف أنتقل الآن إلى السؤال الثاني هات من القصيدة الأبيات التي يوافق معناها كلا مما يأتي ألف تفرق شملنا وانقطعت صلاتنا هنا البيت الدال على هذه العبارة أضحى التنائي بديلا من تدانينا ونابعا طيب لقيانة تجافينا البيت الأول با رأى الشاعر أنه لا يستحق ما أصابه من شماتة الأعداء وفرح الحسد البيت الدال على هذا المعنى با أعزائي الطلاب رأى الشاعر أنه لا يستحق ما أصابه من شماتة الأعداء وفرح الحسد هذا المعنى موجود في البيت الرابع ما حقنا أن تقر عين ذي حسد بنا ولا أن تسر كاشحا فينا جيم كأنما أشرقت النجوم في محيا الحبيبة لتقيها الحسد وتردى عنها العيون هذا في البيت المعنى هذا ورد في البيت كأنما أثبتت في صحن وجنته زهر الكواكب تعويذا وتزيين وهذا البيت هو البيت الثالث عشر الآن سوف أنتقل إلى السؤال الثالث يوازن الشاعر في هذه القصيدة بين حاله قبل فراق ولادة وحاله بعد فراقها أذكر ثلاثة من الأمور التي أصابها التغير أولا تحول القرب بعدا ونابى عن اللقاء الجفاء والبعد ثانيا لم يكونا ليخشياء الفراق أما اليوم فما عاد يأملان في اللقاء ثانية وثالثا الأيام المشرقة عمها السواد والظلم فانتقل الآن إلى السؤال الرابع السؤال الرابع حسد الحاسدين السؤال الخامس ما الذي يمنع ما الذي يمنع تغلب الأسى على قلب شاعري في قوله نكادو حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لو لا تأسينا ما الذي يمنع التصبر والأمل في اللقاء ما الذي يمنع تغلب الأسى على قلب الشاعر التصبر والأمل في اللقاء السؤال السادس بما وصف الشاعر كل من جانب العيش ومربع اللهوي في البيت السابع جانبي العيش طلق ومشرق ومربع اللهوي صاف أعيد بما وصف الشاعر كل من جانب العيش ومربع اللهوي في البيت السابع جانبي العيش طلق ومشرق بينما مربع اللهوي صاف سوف أنتقل الآن إلى السؤال السابع سؤال السابع أعزائي الطلاب ما الصفات التي ميز بها ابن زيدون واللادة من سائر الناس ومن نفسه أولا أنها سليلة الملوك كأن الله خلقها من المسك أما باقي البشر فخلقهم من الطين وجنها المشرقة والأنيسة له السؤال الثامن أعزائي الطلاب في قصيدة ابن زيدون بعض العبارات التي تضمن بعض الحكم عينها العبارة الأولى فالحر من دان إنصافا كما دينة والعبارة الأخرى إن طالما غير النأي المحبين أعزائي الطلاب هكذا أكون قد انتهيت من حل أسئلة الفهم والتحليل والمطلوب منكم القيام بحلها أشكركم طلاب الأعزاء على حسن الاستماع ألقاكم بعون الله وتعالى الحصة القديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة